من يومين وزمننا متعب بحلين ونظار من يومين وزمننا متعب بحلين من نقطه في بلد من مشوار شو يعني لو قالوا صغار نقطه في بلد من مشوار شو يعني لو قالوا صغار نقطه الصور مصرق سبل وزي الضل يرفقنا الأمل زي الضل يرفقنا الأمل قبل من ولدت أحلي تهجروا عشان هيك تحدد وين مكان ولادتي أحلي أصلا إحنا من دير ياسين وتهجروا بالـ 48 بعد المدبحة المدبحة اللي صارت في دير ياسين فتهجروا وسكنوا في عدة مناطق بالآخر استقروا في مخيم عقبة جبر في أريحة فأنا من المواليد مخيم عقبة جبر كنا تسعة أنا كنت يعني أربعة أكبر مني من إخوتي أربعة أصغر مني فأنا الوسطة بناتهم فبتعرفي الوسطة تميكلها من الصغار ومن الكبار أول ما صحينا على الدنيا صحينا على الأم الأم دايماً حواليكي محتاطنتك كل إشي بيكون من الأم والأب يعني الحمد لله أنا عشت بأسرة فيها أب وأم متفاهمين بيحبوا بعض بنعيش بهدوء رغم الظروف الصعبة اللي كثير مروا فيها أمي وأبوي ولكن كانت أمي حريصة وأبوي ما يشعروناش يعني بإشي وكانوا دائماً يحاولوا يأمنوا لنا كل احتياجاتنا كانت علاقتنا بأمي أمي كانت يعني إحنا في الوقت أكثر مع أمي الأب بيشتغل أبوي بيشتغل وبيجي آخر النهار كان بيشتغل في البنى فييجي تعبان وهلكان يعني بده بس يشوفوا أولادو يدللهم شوي يتعشى يتحمم يتعشى وينام يعني فكان يعني في اللحظات اللي بيجي فيها أبوي كثير بيدللنا في هاي اللحظات اللي بيجي فيها طبعاً في النهار كله إحنا مع أمي كانت أمي طبحة كثير حلو لما بيجي أخوي بكل جبيلي أشرب بتقول له لا كومي أنت أشرب ليش إيه فإحنا الإخوة نتكاتل كومي جبيلي أشرب تقول له أمي زيك زيها كومي أشرب أنت أنا بده أدرس كله هي بده تدرس يلا كومي سحيت على أمي دائماً كنت أشوف الحزن بعينيها ما عمري شفتها يعني فرحانة زي هالنساء أو بتضحك أو بتلبس دهب أو إشي أولاً هي طلعت عروس من 48 من دير ياسين يعني استشهدت أمها استشهد أخوها أختها أخوتها التانيين كلهم طلعوا عندهم يعني رصاص في بدنهم والتقت فيهم بعدين بتعرف الناس العم شتتين دورت على أهلها لقت أبوها وإخوتها كلهم بالمستشفى حتى أبوها ما بيعرف عن إخوتها لقتهم في المستشفى المهم هذا هاي المدبحة اللي في دير ياسين وهذه الذاكرة اللي عندها وهذه الذكريات الأليمة اللي كانت دائماً مسيطرة عليها دائماً أنا ما عمري شفتها يعني إلا في حزن بعينيها كانت وإحنا في البيت كثير كان يقلمني وأبكي وأخبي دمعتي وأروح يعني هيك أتخبأ وهي ترود تكون ترود على أهلها اللي راحوا في دير ياسين ترود يعني على الأرض اللي راحت على دارها اللي راحت في دير ياسين فهذا جعل عندي هيك طابع يعني دائماً كنت أحس إنه مش كادر أعبر قديش أنا كنت أحزن لما أشوف أمي حزينة ولما كانت دائماً يعني حتى بتذكر لما تجوز أخوي ما عرفتش تغني أمي لأنه ما في ما كانت تروح يعني تحضر هالحفلات وهالعراس وهيك لأنه هي دائماً بتتذكر أهلها اللي راحوا في دير ياسين أولها أولها أول يا فاول أولها على الطب وتروح بلدك يا غريب وتلاقي على القرح حبيب وتروح بلدك يا غريب وتلاقي على القرح حبيب نشتني أولك سلامات من حد من ولدت لحد خمس سنين أنا عشته في المخيم وبذاكرتي يعني المخيم كتير مرسخ هون هون يعني من كتور ما أنا عشت شغلات وعشت حياة بالمخيم فطفولتي بأيام طفولتي بذكر كيف شكل الأبنية في المخيم اللي هي كانت من اللبن وكيف كان في المطعم تاع الوكالة وكان في العمال العمال يمكن الناس ما بعرفوها اللي هي قناة المي فكانوا يسموه العمال هلا أنت بتعرف في هذا ابن المخيم ولا لا من العمال إذا حكى قناة معناه مش من العمال مش من المخيم فكانوا يحكوا له العمال وكنا فيش إلنا مكان نروح نلعب فيه أو نكون فيه متواجدين إلا نروح على هالعمال نمد إدينا ونصير نلعب في الماء أو ننزل نقعد في الماء وكانت أحيانا المية تكون قوية وتكون يعني ممكن تسحبنا أكتر شي خوفني بحياتي وهي الخوفة مرحتش مني لحد هلا بتذكرها كأنها حاصلة هلا أنه طلعنا نلعب فحكيت أمي طلعوا إلعبوا عند المطعم تاع الوكالة وقعت روحوا على العمال تلعبوا فكأنها بتحكي لنا روحوا على العمال إلعبوا فروحنا نلعب فكان أنا عمري تقريباً خمسة سنين وأخوي ثلاثة ونصف سرنا ننزل إدينا في الماء في دوم نازل في الماء وورق فسرنا ننزل إدينا بأننا للم الدوم من الماء فهو سار ينزل ما قدر ينزل زينا فقلب هو في الماء وقع في الماء فسحبته الماء كان حظه إنه لما أجع أجع ضهره ما أجع يعني على بطنه فأجع ضهره سحبته الماء مسافة مسافة كبيرة فأنا في هذيك اللحظات يعني صار تفكيري إنه وين أركض؟ أمي حكت لي ممنوعة تروحي وكانت هي أصلاً كاعدة بتغسل وفكرت يعني إنه لا تقوم وتلبس عراسة فروحت أركض على جار إنه كان عنده دكانة اسمه شحدة فبقول له عمي شحدة عمي شحدة أخوي محمد أخدته الماء فقال لي يا قصيفت العمر وين ضيعت أخوت قلت له أخدته الماء عمي فراح يركض ومرته لحكته تركض وبعدين رحت أركض حكيت لأ أمي أمي تركض هاي اللحظات بنساش بنساش الخوف وأنا بركض وراهم وأنا ميتة من الخوف ففيه ست بدي هتعبي مية لها هي بتقول فيه ولد ولد صغير في المية فشفوه حملوه طلوه من المية ولما وصل طبعا العم شحدة إذا عايش يعني أنا بحيي وإذا متوفي الله يرحمه بنعرفش هلا وين هو فالعم شحدة حملو وأخدوه وعملولو إسعافات أولية والمنظر ما بنسهوش لما وصلنا البيت إنه يعني واحد ميت كيف فتح وكام يمشي معنا بعد ما كنا في مخيم عقبة جبر أبوي تر يطلع من المخيم ويشتري قطعة أرض في بيتين بس ما قدر يبني فيها فرحلنا جينا على بيتين لأنه أخواله كانوا في بيتين وإمه وإخوته في بيتين يعني هو لما كان في دير يسين قبل ما طلعه من البلد كان أبوي وأمي عرسان يعني متجاوزين جديد فاستشهد سيدي استشهدت مرت سيدي استشهدت ستة التانية خالي عمي فصفى إنه الإعمامي وستة كلهم مطلوبين من أبوي ومطلوب منه بيته فكانوا إخوته وإمه في بيتين وكان هو إحنا ساكنين في المخيم فالطر يرحل رحلنا على بيتين وبتذكر أول ما جينا على بيتين كده كان صعب إحنا كنا عايشين في مخيم في هال دفا في أريحة فإجينا على منطقة مختلفة كثير إجينا على بيتين وبعدها أنا دخلت المدرسة وكانت بيتين يعني برد كثير وتغير علينا كثير أشياء وكنا في بيت في الأجار مش إلنا حتى فيش فيه حمام داخلي ولا فيه إشي كانت كثير صعبة الحياة فلما رحلنا على بيتين وإحنا في المخيم كانوا يطلعوا بكاج وإحنا في بيتين كانوا يطلعوا بكاج بس طول عمري وأنا طفلة أتمنى في هالبكجة يطلع إشي على كده ولا عمره طلع إشي على كده مرة قبل الحرب السبعة وستين كانوا ضمن البكجة فستان كتير حلو أبياد وعليه طل زي فستان العروس فانبسطت عليه كستو أجعك فرحت كتير لأنه جاييني فستان حلو من البكجة لأنه دايما بطلع ليش إشي فخبت لي يا إمي خبيته عشان ألبسه على العيد صارت حرب السبعة وستين ولما صارت الحرب طبعا هربنا من البيوت وطلعنا والطيران الإسرائيلي لما ييجي ويقصف بالأول ما كنا مدركين إحنا كنا صغار بنا نلعب يسرخوا علينا يلا أدخلوا جوا يلا مش عارف إيش أنا واحدة من الناس اللي ضليت مش مدركة ومش خايفة حتى شفت الطيارة كان في فرقة للجيش الأردني نازلة لأنه كانت المنطقة اللي إحنا فيها بين عين يبرود ورمون من هناك طريق بتنزل على الأغوار لما شفت الطيارة نزلت وقصفتهم وماتوا كلهم ساعتها أدركنا كديش يعني الوضع صعب ومحزن ومخيف فبعد ما خلصنا وخلصت معركة السبعة وستين وصاروا يحكوا للناس أنه أرجعوا على بيوتكم وأحملوا رايات بيوت فارجعنا فأول ما رجعت أنا رحت أدور على الفستان ملكة الفستان ولحد هلا الفستان يعني بنفسك موسيقى مثلا أنا وأنا صغيرة كنت كتير بشوف أمي بتطرز بشوف أمي بتشتغل كروشي بشوف أمي بتشتغل صوف كل إشي أمي كانت تشتغله كنت بديها فكنت أروح أركض أجيب مسامير المسامير الصغار هدولة وأساوي الصوف عليها وأتعلم على المسامير وبعدين تعلمت وصرت مبدعة يعني فنانة أشتغل تقوم أصوف كله على إيدي جرازي بلايز التياب مثلا هذا التياب اللي إحنا لابسينها هادي كله كنا في العطلة الصيفية أمي تشتري لنا تشتري الحرير وتشتري لكماش تكسلنا إياها وتقولنا يلا في العطلة الصيفية كنا يعني ما نضيع وقتنا كانت أمي تروح تتملي من العين من بير البلد فكانت تتملي أنا كنت صغيرة بعدين أكبرت شوي فمدوا مي في الأرض اللي إحنا فيها فتروح أمي تتملي من المي تعتنا فأروح معها أنا فأنا دائما أخذ بريك معاي عشان أعبيه طوله أنا رايحة أطبل على بريك وأغني طول الطريق وأنا أغني وأطبل ومش مهتمة يعني مين شايفني مين سمعني وبالرجع أعبي لبريك وأحمله أساعد أمي قال يعني هالبريك كديش أنا معبي موسيقى ستي يعني كانت من المناضلات أصلاً ستي وستة حلوة زيدان ستاتي التنتين يعني ستي حلوة زيدان معروفة كمان استشهدت في معركة دير ياسين كانت تحكي لي كمان عن نضالاتها يعني أنه في عزمان دير ياسين كان فيه عرص وفيه راح توزل البريطانيين أنه فيه سلاح في دير ياسين ففعلاً كانوا يزفوا بالعريس ويتخطخوا كان الجيش البريطاني الدورية البريطانية مش بعيدة عنهم من حد ما تخوا طوالي إجا الجيش البريطاني وداها من العرص بده يمسك مين اللي معه سلاح فالمختار في البلد صار يقول يا نسوان يا نسوان ركسن بين إزلام ركسن بين إزلام فحطوا البرودة في ظهر الستة فحطت البرودة في ظهرها وشددت اجداد التوب عليها وضلت تركس ونجنوا البريطانيين ما عرفوش يعني وين إزلاح بتذكر يعني هيك ستة مردت ستة إم أبوي فكانت هي بتعيش في بيت لحالها جمنة يعني مش إنو بعيدة عننا فش بيننا وبينها مترين فحكى أبوي لازم حدا يصير ينام عندها فراح ينام عندها أبوي قالت له ستة لا خلي واحد من اللي أولاد فإختي صاروا يروحوا هلا ستة صارت تحكي ذكرياتها وحكاياتها عزماً تركية فبتحكي إنو هي كانت تروح على الكروم إحنا كان لنا كروم وكنا أغنية كتير حتى دير ياسين معروفة قبل التمانية وأربعين كانت الناس تروح تشتغل فيها كانوا الناس أغنية وكان في المحاجر ويروحوا الناس تشتغل في دير ياسين وكانت ستة دائماً تروح على الكروم تلقت العناب وتلقت من الأرض ففي يوم هي كانت وهي رايحة فيه كان شهيد هي ما بتعرف إنو مش شايفة هي هي بتركض نطط عن السنسلة فإجت هي في نصبة من الشهيد اللي كان المستشهد فهو يحرام هي بتقول إنو هو كان آخ فبعرفش هو التحليل إنو بكون منفوخ الميت فشكله يحرام لما نطط عليه وهي كان نفس فكانوا إخوتي كل ما يسمعوا هالكسة كل واحد يروح ينام عندها ليلة كل ما يسمعوا القصة يروحوا ولا حدا يرضى ينام عندها فأجل الدور علي صارت تقول إمي لأبوي طب هاي صغيرة كيف بدها تروح يعني بتخفيش يا ما كنت لها لأ أنا ندروح عند ستي فرحت أنا عند ستي فاستوعبت وفهمت ليش إخوتي بناموش عندها فحكت لي القصة كنت لها ولا يهمك يا ستي ضلت ستي تخرف وأنا حتيت راسي ونيمت يعني يمكن ما كنت أخاف حتى كنت بالليل أطلع في بيتين كان في شجرة يقولوا إنو في تحتها بسم الله الرحمن الرحيم بطلع على شكل أرنب فأنا كنت يعني بدي أفرجهم إني بخافش أحكي لأمي لأ أنا بدي أروح أشتري الأغراض فأطلع وأمشي من هديك المنطقة يعني لأن الدكان أصلاً لازم أمر من هاي المنطقة فكنت أطلع أنا أخاف يعني أطلع بدأ أشوف أرنب ولا فيه إشي ما فيش بس طبعاً أنا بس أوصل هديك المنطقة زي الساروخ أركضها ركض كنت كتير أحب المدرسة وكنت أحب معلماتي كنت أحس دائماً إنو ما عمري حسيت إنو معلماتي هيك يعني كانوا سيئات أو كانوا قاسيات بالعكس كان يطلع لك معلمة مرات ومين إحنا نعتبر لمعلمة القاسية هي اللي بتضرب لأنه كنا نوكل كتل على إيدينا أكتر معلمة كنا شوي نستاء بحستها كانت تضربنا بالفرجار على إيدينا كان يوجع كتير فكان أنا دائماً شقية وأنا في المدرسة فدائماً يكونوا في حطوا المعلمات يحطونا كالعريفة أو عريفتين عريفة الصف دائماً تكتب اسمي عن اللوع يكتبوا البرامات هيك يكتبوها عن اللوع ويحطوا أسمينا واحد اتنين ثلاثة دائماً اسمي محطوط مع البرامات فآكل كتلة كنت دائماً آكل كتلة من المعلمة عصتين ثلاثة المهم أنا يا ربي كيف بدي أنطقم يعني أنا كده بوكل الكتل وغيري بكلاش كتل فشو عملت؟ في كانت معلمة تانية تحبني اسمها ست بديعة فشو أعمل أنا بين الحساس أروح لها أكلها مس ممكن أكون أنا العريفة في حستك تقول لي آه فأنا أنطقم منهم أكتب كل أسماءهم وهم مش حاكين فيوح عشان يوكلوا كتلة زي بقى أكلت كتلة ولما اكبرنا أكتر في مدرسة عيني أبرود صارت الشقاوة أكتر يعني وكنت أحس حالي كثير شقية فلما رحنا رحت أدرس في عيني أبرود فدائماً نعمل مقالب هيك في بعض فكانت ال... كنت أنا طويلة دائماً بآخر الصف يعني يقعدوني فكنت شو أعمل في زميلاتي زميلتي اللي قدامي يعني تكون كاعدة أربط زنارها زنار المريول أربطه بالدرج فهي لما المعلمة تقول لها مثلاً ترفع عيدها تقول لها جاوبي كنا احتراماً نوقف ولا مرة كنا نجاوب إحنا كاعدين في المدرسة لازم نوقف فلما توقف ما تعرفش توقف توقع وبعدها تصير مين اللي ربطتها ومين معيش خبر أنا عمال حالي معيش خبر وأنا أكون رابطتها يعني رابطتها منيح وما تعرفش هي تتحرك وبعدها كنت دائماً أطلب إني أمسح اللوح في المدرسة مش حباً بدي أمسح اللوح كنت أمسح اللوح وأروح أتكل محاي على الحيطة عشان أوقع المحاي تحت لأنه فيه تحت فيه كرم بركوك في عيني أبرود فبدي أنزل أجيبها زي ما وقعتها فأنا أنزل وأشلح الجرزاية وأربط الكم كم الجرزاية وأعبي كل الكم بركوك لأنه بدأوزي على الصف ما هم عارفين اللي بتنزل لازم اتلقت البركوك وتجيب الطعمي كل الصف فكنت عمل هاي المقالب أول ما بلشت أكبر ووعى يعني يمكن كانت أسئلتي خفيفة لأمي لأنه كنا نحس إنه ما بيجاوبونا بنسألهم على أشياء دائماً كانوا يخافوا الأهل يعني لو بدك تسأليهم سؤال عن إشي معين في جسدك في شو بيصير عن عمرك دائماً كانوا يحكونا خلاص أنت ما إلك روحي لما يقعدوا الستات مع بعض ما يخلونها نقعد كانت أمي دائماً هيك تأشر لنا بس بعينها ممنوع يعني هم الستات كاعدات وكان دائماً لما يجي الضيوف خلاص بس يجي الضيف ما كانت تحكي أمي خاسم ربيتنا بتطلع علينا يعني هيك شاي هيك قهوة هيك فواكه خلاص بس تكون هيك يعني بتجيبوا فواكه بس إحنا ممنوع نناقش بنجيب وبنضيف وبنحترم اللي أكبر منا وممنوع يعني نتدخل إحنا شو بيحكو الستات الكبار بس طبعاً إحنا كنا نحكي نسمع نسمع شو بيحكو ونتعلم منهم أشياء كتيرة يعني حتى لو ما كناش لو كنا نخاف نسأل وكنا نتعلم لأنه كنا نسمعهم شو بيحكو يعني فهذا يعني أنت لما بتقودي في مجالس النساء حتى وإحنا طفلات وبنات صغار وستعلمنا كتير منهم تعلمنا وفيه أشياء كتير تعلمناها منهم الحلوة السبر كديش كانوا يداروا في بيوتهم متعتنا متعتنا في القرية أنه زي ما حكيت لك أنه فيش عندنا أماكن تروحية ولا عندنا ملاهي ولا عندنا ملاعب ولا عندنا مطاعم كانت متعتنا في أنه إحنا نسرح على الخلا نلقت الهندباء نلقت الحويرنا نلقت الحميدة وكان هذا يعني أنا هيك دائما بحكي أنه إحنا اللاجئين يمكن بناكل كتير هاي الشغلات الخبزة والهندبة يمكن الظروف اللي عشناها والترحال وأنهم اترحلوا وعاشوا في مخيمات وعاشوا في خلا سنين خلانا نتمسك بالأرض أكتر وخلانا نحب هاي الطبخات فكنا دائما نروح نلقت لأمي وإمهي طبعا تسوي لنا إياها وكان في موسم التين أنا كنت أحب كتير موسم التين أنا بحب التين فكنت دائما قبل ما أروح على المدرسة الصبح أروح على التين وكنت أتباه أني بحمل السلة على رأسي بدون ما أمسكها يعني ومش بس أنا يعني كل بنات الحارة لما نروح نلقت نروح نلقت التين ونرجع لأنه المناطق بعيدة عن القرية اللي فيها التين فلما كنا نروح نلقت الصبح نروح مع بعضنا نلقت نرجع على البيوت بعدين نلبس مريلنا ونروح على المدرسة أنا كان بالحارة اللي أنا عشت فيها كانوا كل اللي حوالي بنات وكانوا بالجيالنا فكان نلعب مع بنات يعني ما كان يمكن لو كان فيه سبيان فيش سبيان كانوا إخوتي بس فكانوا كل اللي حوالينا يعني بنات ونلعب مع بعضنا نعمل عرايس من الشراية هذا ونلعب القال ونلعب الحجلة كل الألعاب يمكن إحنا كنا نلعبها بس ما كانش فيه ذكور في الحارة عنا بعمري أنا يعني أنا بتذكر عن حالي بحكي يمكن ما تفتحت عناي على هاي الأشياء حتى أنا بقول أنا ما مريت في فترة مراهقة بحس حالي إني ما راهقت يمكن راهقت وأنا كبيرة مش وأنا صغيرة بس وأنا صغيرة ما حسيتش حالي إني براهق يعني ولكن كنت في المدرسة كنت شقية يعني كنت أنتبه يعني أنه فلانة بتعرف فلان فلان بعرف فلانة فكنت يعني شقاوتي شوي زيادة يعني فكنا وإحنا مروحي من المدرسة وإحنا بعين يبرود في موقف نوقف هناك كل بنات القرى لأنه كان رمون ودرجرير وعين يبرود وسلوات كلنا ندرس في عين يبرود كان فيها ثانوي إعدادي وثانوي فكنا نوقف هناك فكانوا بتعرف فيه جباس اللي محمل الشباب ومارن يكون فيه إله حدا يمكن فمرة شخص هيك شاب رمى الرسالة هو رماها يعني مش لألي رماها لصحبته فهي خافت طولها فأنا رحت طلتها وقرأتها هي ما زعلت أني أنا يعني أني طلتها هي زعلت لأنه أنا عرفت عن العلاقة في الطريق أكفين نظير ورسول النين في الطريق أكفين طريق أكفين أحمي بالعين ألب أكفين بالنائي أحمي بالعين ونحن صغار يعني كان فيه الراديو نسمع على الراديو لأنه إحنا كنا نعيش بحارة حتى فيش فيها كهرباء ويمكن لما صرت بالثانوي أنا مدوا الكهرباء على حارتنا فأكتر كنا نسمع الأغاني يعني نسمع أغاني عبد الحليب وإحنا صغار يعني أنا شخصيا كنت من المعجبين بعبد الحليب عبد الوهاب أم كلثوم يعني هاي الأغاني كتير كنت بحبها يعني أنا مثلا دائما هلا بتلقيني وضل بحب أسمع أغنية عبد الوهاب فين طريقك فين بعدش هاي كنت الأغنية بحسها كأنها بتخليني أتساءل إحنا لوين رايحين عن جد يعني إحنا طفال وبنكبر ولكن أنا كل ما بقيم طفولتي رغم أنه كان فيها حزن ورغم أنه كان فيها فقير ورغم أنه ترحلنا من مكان لمكان وما كان في بنية تحتية محل ما نكون بحسها طفولة كانت حلوة كثير بحب طفولتي أنا يعني كل ما أذكرها وأذكر إخوتي كيف كنا نقعد نلعب وحتى كتير بنتمتع حلها لما نقعد نتذكر مين أكل قتلة من تحت راس مين ومين وزع على مين وكيف إمي كانت تضربنا إمي كانت من كتر ما نغلبها إحنا تسعة شو ما فيه بإيدها اللي يذني بتخبطه البابوج اللي بإجرها تضربه يعني بس كانت هاي الأيام هلا كنا أطفال إحنا بنهرب من قدامها هلا بنحسها لما بنتجمع أنا وإخوتي إنها أكتر لحظات ممتعة إلنا وبتفرحنا من قلوبنا لما بنتذكر هاي الأيام كنت دائما أحس بالأمور إيجابية أكتر اللي بحب أشيله منها لحظة ما أخوي وقعته في المي وفكرته مات والحزن اللي كنت أشوفه في عينين أمي يعني هذا كان دائما بتمنى بتمنى لو كنت أشوفها دائما بتدحك وفرحانة ولو كنت أنا طفلة بقدر أسعدها كمان كنت هذا اللي بتمنى هذا اللي بحب أشيله من حياتي الحزن اللي كنت أشوفه في عينين أمي كن نظر من يومين وزمننا متعب بحنين كن نظر من يومين وزمننا متعب بحنين من نقطة في بلد من مشوار شو يعني لو قالوا صغار نقطة في بلد من مشوار شو يعني لو قالوا صغار نقطة صور مصرق سبل وزي الضل يرفقنا الأمل زي الضل يرفقنا الأمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر